عمل فرح ابنه في قصر وفي الآخر ساب ومشي في عز منجوم مصر كلهم حضروا علشان يعملوا الواجب معاه في فرحته بابنه لقطات من حفل كتب كتاب ابن النجم محمد فؤاد ليساب الفرح ومشي وازاي شارك في قصة رحيل حلم بكرة وإيه اللي عمله فقش مع عروسة ابنه كل ده وأكتر هنعرفوا مع بعض جوه الفيديو ده بس تتابعوني للآخر علشان تعرفوا كل التفاصيل الساعات اللي فاتت احتفل محمد فؤاد بكتب كتاب ابنه والفرحة ما كانتش سيعاه خالص رأسه طنطيت ورجع ولا ابن العشرين في الفرح قاعد يصفر ولا أجدعها شاب واقف على النصية وكل ده علشان يبين فرحته اللي ملهاش زي وعلشان كمان هو بيعتبر عبد الرحمن ابنه لي معز خصوصي عنده لكن في قصة تجهيزات الفرح وخلاص المأزون على وصول ساب كل ده ومشي يا ترى لي فوقش ابن أصول وده اللي واضح في اكتر من موقف عز فرحته بابنه خد بعضه طلع على كنيسة المرعشلي عشان يقف جنب صديق عمر الفنان هاني رمزي في رحيل عمق اللواء نبيل رمزي واللي ساب الدنيا وفرقنا يوم الجمعة الصبحة وظهر محمد فؤاد في العزة وهو متأسر جدا وكان بيواسي هاني رمزي اللي سيطرت عليه حالة من الحزن لدرجة انه عيت وقت الجنازة ووقت ما كان بياخد العزة في المقابر وسط الحضور من الأهل والأصدقاء وكمان حضرت تشيه إلهام شهين وأخوها أمير شهين والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم وعلشان محمد فؤاد ما يفوتهوش الواجب برضو شارك في رحيل الملحن حلمي بكر اللي ودعنا من ساعات قليلة ونشر نعيليه على حسابه في انستجرام وكانت كلماته مؤسرة بالذات ان حلمي بكر من أشهر وأكبر الملحنين في مصر والوطن العربي ملحن لكبار المطربين من الزمن الجميل والحد النجوم الموجودة وسطينا لأيام دي فوق شقم بالواجب ورجع على الفرح يكمل يومه وكان باين عليه الفرحة بشكل كبير جدا سور تسكرية كتير ورأسه صفارة وحركات كتير كشفت عن فرحته كبيرة بابنه النجم محمد فؤاد احتفل بعقد كران ابن عبد الرحمن المشهور واصد صحابه باسمه بندوق على عرسته فريدة في أصر محمد علي باشا في المنيل حضر كتب الكتاب مجموعة كبيرة من المطربين والفنانين والملحنين ورجال الأعمال ونجوم المجتمع وكان في المقدمة اللواء جمال عبد المنعم من رئاسة الجمهورية وحضر من المطربين مصطفى أمر وخالد عجاج وحميد الشعاري ووليد سعد وزوجته والكابتن أيمن حافظ المدير الفني لمنتخب الشباب وزوجته اللي تبقى عمت العريس كمان أخوات محمد فؤاد حضروا وهم عبد العزيز ووجدي وشفعي فؤاد قعد الكران تم على يد الدعية خالد الجندي وكان من أبرز الحضور برضو المنتج الكبير دكتور أحمد أيوب وده عارب أصدقاء محمد فؤاد ده غير اللواء شريف العدوي ورجل الأعمال جمال عبد الحافظ واللواء محمد الزياتي واللواء حسام من المخابرات العامة والمنتج أحمد عبد العاطي والفنانة دونيا عبد العزيز وزوجها مصطفى ونقيب المسقيين مصطفى كامل ورجل الأعمال فؤاد السينوسي والفنان محمد لطفي وزوجته وعضو مجلس النواب علاء عبد محمد فؤاد ظهر وهو فاقد الوزن بشكل كبير جدا في الفرح لكن شبابه اللي دايما بيجدده هو اللي كان مسيطر على كل حركاته في الفرح وخد صور تسكرية مع كل أفراد العيلة وفعلا اليوم يستحق يتقال عليه اليوم الحلو ده والناس الحلو دي والجميل في الفرح ده إن فوقش زي ما كان قبل ابنه عبد الرحمن كان قبل عروسته كمان وزهرت فرحته بيها وهو بياخدها في حضنه ويبوس راسها تقديرا ليها والمكانتها في قلبه ربنا يتم بالخير وألف مبروك وقبل ما تشوف أحفادك وتفرح بيهم يا فنان